السلام عليكم يعطيكم عافية في محاضرات اليوم رح نحكي عن C-Sharp Enumeration Type Enumeration إذا V-Value Type بتعرفو عشان نستخدمو في أماكن مكون فيها إذا فينك variable فيه إلو مطر بالValue إذا فينك variable مثلا مثلا زي نحكي مثلا اليوم الـD معروفات إنهم من Friday, Saturday, Sunday, Thursday إذا فينك variable الـValues الـNumeration Values لهذا الـValue المعروفات الأفضل إنه إحنا نسويه as a Enum Type الـObjective إنه إحنا we need to understand and apply align C-Sharp Enumeration Type والنقطة الثانية بنا نميز ما بين الـValue Type والـReference Type Value Type والـReference Type دعنا نأخذ مثلا على الـEnum Type لو لدينا الثاني اسمه Enumeration هناك مثلا مثلا Enum Lecture الـProgram أو الـMain مثلا تنفذ Enumeration.Enum Lecture Enumeration.Enum Lecture اللي فيها Enumeration Lecture حسنا يعني يعني Enumeration نغرب ويقوم بتحديد ويقوم بتحديد نحن نقوم بتحديد clicking حسنا أيضا مع نحن ويقوم بتحديد فريدي I am going to say دي عطبة إنجي ويكوين وللس إذا كن this day equals saturday and في ولكن غير موضوع okay tomorrow. Alright, we're ready to work tomorrow. And we can keep doing that, else f'a.equals", for example, Sunday, okay, Friday and Saturday are weekends, Saturday is a week يمكننا أن نقوم بعمل ذلك طبعاً أفضل من الطريقة أفضل أن نستخدم FLSFLSF لنستخدم switch نستخدم switch على ld ونحكي نحن عندنا بدل d.equal فينا كاس اسمه فرايدي كاس فرايدي نحن في هذا المثال في هذا المثال فرايدي كاس فرايدي نحن ليس كاس نحن نحن في المثال جد جدو ، أثناء الضغط في حول العرض لـ النمي يكون ممي 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 إليكي ومن ممي مجتمعوا الان على الوضح أخرج اللذي ستغدام ممي 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 كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب وين المشكلة سيكون شايفينا لو اجاب الوزر حكا بدل فريدي اجاب الوزر حكا في سمول لتر اف راح يروح راح يروح على الوزر حكا يروح على السمال وفردفع المساعد في سمال فراي جديد في سمال لتركز مستخدم بسرين يمكن من المسأل 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 المصفل يمكن المسأل المmut وقت الوزر دخل من المسأل المسأل المصفل من ممكن بداخل فراي دي المبارسة يمكن أن تكون أخطائك كثيرة سوف تروي طريقة أفضل من استخدام طبعا ممكن أن يفكر أن نستخدم انتجار لكن تتحدث أن يوجد أن تكون المبارسة مبارسة من ممكن أن يجب أن تكون الأفضل نستخدم نعمل تايب جديد اسمه اسمه دي نعمل انيوم تايب نعمل ايه public انيوم اكي اسمه دي فهذا هو عبارة عن value تايب تايب اسمه انيوم هم نحط فيه ال values فرايدي ساتردي مندي مندي يوزدي ويوزدي 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 ثيرزدي هل احنا سوينا نعم 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 تايب هي فرايدي ساتردي سندي مندي تيوزدي ويوزدي ويوزدي ثيرزدي هلين يجي نحكي بلد print مع message pair there مع تبدي على ال string الأفضل نعمل نعمل مع تبدي على نيوم اسمه اسمه دي انا عرفنا هنا دي variable الزات بتاعها دي الولي نيوم نحكي هسا اللي مش الكيس فرايدي كيس اسمها دي دوت فرايدي لاحظ انه لما عمل دي دوت طال هل هي ايش الavailable الavailable values ساتردي ويوزدي 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 الوزدي نحن برين message pair day ما بقدر مرريا string تروح على هاي المثود التي هون بتاخذ string هاي المثود ما بتاخذ string هذول لاتو مثل's with the same name هذول overloading هاي overloading هاي نحكي day dot انا نحكي يوزدي انا مرريا فرايدي او ساته او ساته ده خلاله أو نجاحا، أو نجاحا، أو نجاحا و نجاحا يجب أن أمرر واحد من هذا الوضع لا أستطيع أن أغرط والتكون هنا قمت بحضورت بحضورت المؤخد أنه بالضبط ما هي المفضل التي أستطيع أن أمررها قمت بحضورت الموضوع ليس مثل المحضورات المتابعة المدى من خلال نجاح الممكن أن الإختار لها تسميها فإذا كانوا محصورات محصورات، الأفضل يستخدم انيوم مثل الأشهر مثلا، مثل الأيام الأسبوع طبعا انيوم يعني إذا منيجي منها نطبع إذا منيجي منها نطبع الـ day.friday الـ end of the day نطبع هون الـ asString بس هناك إلو إنتجر إذا أطبع هكذا، نطبع لي friday asString بس هناك إلو كمان value نطبع الـ value تأيته ثم نحكي ثم نطبع الـ value تأيته نحكي محولها لـ integer لها هي القيمة يعني بحكينا القيمة for example a.friday ها ببعى friday وهنا بتبعى القيمة تأيته أو الـ index تأيته حيث بعى 0 نحن نفعل الأمر ها هي ولا sunday 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 let's do the same thing كمان sunday 0 sunday 2 we'll use it 3 وهو طبعا 0 base index يعني 0 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 11 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 ثم نسوينا حسا Struct هون نسكت نيو نسكت نيو كلاس عشان الميز بين الValue و الRef الميز بين الValue و الReferenceType هون أنا بدي أعمل بدي أعمل با Public الPublic x equals x this dot y equals and let's say a simple class okay very simple class um إذا ما بديجه نحن constructor ونحن نحن نحن static method حكي public static method إذا ما value ref understanding value type and reference type ويأتي أريد أن أضعها فيه هنا نحن نحن value ref dot understanding value في المعن يستدعي هاي المثل value type versus reference type حسن الـ class point هاي سيسم بالكلاس فيها x y فيها constructor نحن 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 ن it retains x, y, yes, it retains x and y, so x, comma, y, all right, retains x and y. P1 equals P1. So P1 is 1, 2. P2, P2, again, P1, P2, P2, again, P1, P2, P2, with them are pointing to the same exact object, right, now I say P1.y equals, for example, P1 and P3, okay, نرجع نطبع هذو الثنتين, P1 and P2, and then we have, you know, P1 راح تكون هستن, 1 و 3, و P2 راح تكون هاكون 1 و 3, and both of them are pointing to the same exact object, okay, here, 1 و 3, 1 و 3, okay, all right, ورح هستن. راح تكون هاكون 1 و 3, then P1 and P2, both of them are pointing to the same exact object, here, P1, for example, here, P1, P1 is pointing to, yeah, P1 is pointing to this object, okay, this is pointing to this object, okay, this object has, has x equals 1 and y equals to 2, now P2 equals to P1, now P2 also is pointing to the same exact object, P2 is pointing also to the same exact object, all right, it means that we have two pointers to the same exact object, all right, P2 is pointing to the same exact object, all right, all right, فأي تغيير على لما في الجملة هاي, لما كان P1.y equals 3, P1.y equals 3, So that height theory, P1 and P2, both of them are pointing to the same x right, okay. طيب في... هừa commerce type. Mann Sammi ha... هذا الbehavior ... من sammi... wander reference, type... reference type. لو بدي أسوي نفس الكلاس هذا بدي أسميه بأسوي struct struct بشكل كلاس هاي point s بسميه بدي أخذ نفس الكود هذا struct بسوينا type بس هو point s صار لنا point and point s نشوف شو الفرق منتهم حسنا نحكي عن value type مش reference type نحكي عن value type ونجدو بس نشوف شو مختلفة بها بدل P1 P3 and P4 P4 and point s point struct point s and that's it new point s خلينا نشوف هاسا شو اللي صار عندنا خلينا نشوف شو اللي صار عندنا هون حكينا في عنا class اسمه point ونجدو بس نشوف نشوف شو البيهيفير بتاعه نشوف شو البيهيفير نشوف نفس الكود في الـ reference type وفي الـ value type وعملنا struct P3 وعملنا struct P4 ومن P3 ونشوف قيمتها قبل نغير وبعد ما نغير هنا زي ما تلاحظين في الـ value type كانت وان ثيري وان وP2 وان ثيري بعد ما غيرنا صار نشوف P1 وان ثيري P1 وان ثيري في الـ value type سيحنا مش كيف تطبع هاي P3 إذا ما غيرنا هونيش P4 هن نبع P3 P3 هاي P3 هاي P4 هاي P4 هاي P4 هاي في الـ reference type لما نغير نغير على الـ في الـ value type هاي هاي P3.Y هاي هاي وانا كلنا نتبحث عن P3 و P4 هاي هاي من إياه هاي 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 يعني كل واحدة يكون فيه لها إنستانس من يكون فيه لها إنستانس خاص فيها مش إنستانس هي عبر عن value فـ P3 و P4 يكون فيه لهم value مش إنستانس زي ما في الـ reference type فأنا P3.Y equal theory فهنا ما نعطيه احنا غيرنا على قيمة Y اللي جوه P3 لأن هاي value type مش رفرانس يعني ما فيه إنستانس لها object حسنا تقولوا إنه فهمتوا فرق بناتهم وفهمتوا الانيوم شكرا إنكم يعطينا عافية